الجعية الدينية تقوم في هذا الزمن في مواجهة هذه الهجمات وهذا السؤال الأهم سيدنا لو تأملنا حقيقة والمشاهد الكريم يسأل هذا السؤال أنه إذا كان كل هذه الصفات موجودة بالقائد العالم إذن لماذا نعزف عن القائد ولماذا نعصر قائد ولا نلتزم بأوامر القائد الإلهي شوف أخي الكريم سيدنا العزيز القرآن الكريم لما استعرضنا تجارب الأنبياء تجارب الأنبياء مع أقوامهم ما من نبيا هذا خليها بالك مشاهد الكريم اسمعها ما من نبيا من الأنبياء دخل مجتمعه حتى يصلحه وفرشت له السجاد الحمراء أصلا معانات في معانات إذا شفتونا نبي استقبله بالورود وكذا جيبوا النياحة نشوفه لا يوجد أبدا أصلا كل المجتمعات الإنسانية واجهت أنبياءها ومصلحيها حالة من التحدي والتكذيب والاتهام والاستعلاء والاستكبار وهناك آيات كريمة أنصافاً لو جنابكم الكريم يعني راجعتم قطعاً هذه الآيات التي تتحدث عن تعامل الأمة مع نبي الله شعيب عن تعامل الأمة مع نبي الله نوح عن تعامل الأمة مع هود وموسى يعني كلام عجيب سيدنا حقيقي يعني فتحالة من الاستعلاء شوفوا سبت الهادي لما يتكلم عن نوح فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلاً أتمنوا أتمنوا طبعاً شبه أزلية قضية أنه النبي بشر شعب يا حبيبي ما يخالف أنا مرة أريد نبي إلهي وروحاني مرة أريد ملائكي لا مسألة أنه أتمنوا أنت واحد مثلنا وشنا اللي رجحك علينا وشنا فضلك علينا هذه استهزاء وهذا استخفاف وهذا في الواقع نسف نسف لشخصيته ونسف لدعوته نسف لكيانه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا شو الفقرة ولمقادية وراك هذه مشكلة واقعاً المجتمع المتكبر مو بس الآن 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 موجودة سيدنا هو محور الحلقة هذا واقع يخي الكريم الآن لما نروح الآن سلام عليكم عليكم السلام إحنا جئنا يا أبي عندنا برنامج نربي شبابكم أولادكم عندنا برنامج مثلاً رمضاني عندنا برنامج صيفي أطلة صيفية أولادكم كذا إباوعك هو من طرف كذا ومن ذلك جايين شنو أنتوا دكتوراتكم هندسعتكم ما دماجستي مع احترامي لكل شنو اختصاصات اختصاصات ولكن ينظر على أن صاحب الرسالة أو صاحب البرنامج هو الإنسان ماذا ضعيف ورذيل وصاقط ويحتاج إلى نظرة تحتاج إلى تأمل هذه الحالة حتى مع نبي الله هود قال يا هودو ما جئتنا ببينك قالوا يا هودو ما جئتنا ببينك وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك أصلاً حسب تعبيرنا مناعة شايف المناعة مناعة ضد من جوابهم بعضهم ما نستقبلك لو هسا شي يصير لو شد تريد تقول يعني عندهم حالة من الصدود الأكثر من ذلك يقولون إن نقولوا إلا اعتراك بعض آلهة تنابسوا أحسن يعني أحسن شوفوا واحد يقول يا بي ستعال احجح شايتك يمكن احنا نسمعها هذا واحد يقول يا بي هذا جاهل يتعلم بس من البداية يقول شوف لو هست ما نستقبلك هذه حالة من الصدود حالة من الصدود يعني جلق الباب عن شيء اسمه إصلاح عن شيء اسمه قبول أبدا بل يتهمك أنت منه أنت له ساحر له مستك الآلهة ضربتك على رأسك وقالت واحد يقول مضروبه برأسه أنت واحد مستقيم أنت واحد مسوي هذه الطريقة طريقة تعامل الأمم والمجتمعات مع انبياءها قضية أزلية يعني ليست قضية حادثة والله فلان نبي حتى سليمان النبي سليمان اللي الله أبطى كل الوضع اللي الناس يصورون عاش بمملكة أبدا كان مولانا يواجه الجن وغير والشياطين وشون واجهوا وشون الذو فما كواقع حتى حسب تعبيرنا لائحة أمامنا وصورة أمامنا كمشاهدين كمؤمنين متطلعين إلى إصلاح المجتمع خليتكم عندنا هذه اللوحة أمامنا شون هي اللوحة أننا في هذا الطريق في هذا المجال لا بد أن نتحمل الصعاب ولا بد أن نلقن أنفسنا أننا لن نقبل بشكل سهل لذلك تشوف أن الله سبحانه وتعالى يسرد لنبينا صلى الله عليه وآله تعامل الأمم تعامل الأمم شو سووا ذوله سووا ذوله وهؤلاء كيف تصرفوا ماذا قالوا لنبيهم هؤلاء ماذا قالوا لنبيهم بعدين يجي يقول لرسوله ترهدوا لها الشكل وإنت جئنا إليك بهذه الأمور على أنه تكون على بين وأعتقد أعتقد والله العالم يعني هذا استظهاري أن الآيات التي تحدثت مع رسول الله فيما يرتبط بقصص الأمبياء السابقين أرادت أن تعطي شحنة شو سموها دفعة معنوية لا أنا أعتقد وقاية وقاية أنه يا رسول الله ترى أنت أعرفت القضية هذا شيء والمسألة لما تختلف قضية ليس جديدة قوم نوح قوم هود قوم شعيب قوم كذا نفس قومك أنت هؤلاء يبعدهم قضايا هؤلاء لجماعة قضايا أخرى فحسب تعبيرنا مثل ما واحد يأتي مدير مدرسة يقول له أستاذ مرحبا بك اليوم رح تباشر في إداة المدرسة بس هالمدرسة يا أخي أكو مشاكسين أكو مراسبين أكو مليئة بالمشاكل أحسن الأستاذ الفلاني مدير فلاني قبل سنتين حرقوا سيارته و ذاك المدير استعبق لم يظهر خوب رأسه و قبل ذاك المدير هم راح و ضربوا جهال باب البيت هذا لما المدير يفهم هذه الأمور ما يحدث عنده حباط نفسي استعداد أنا سميح حصانة استعداد و وقايا على أنه أنا لازم أتعامل مع هالمعطيات أتعامل مع هالمعطيات يعني لا أجي يقول خوف دول قريش جماعتي أو دول عشيرتي أبدا عمك وقف ضدك عمك وقف ضدك أبو لا يعني هذا في الواقع أعطى لرسول الله صورة واضحة أنك يا محمد صلى الله عليه وآله هذا المجتمع فأنت لا تحدث نفسك بأنك ستستقبل إذن عدنا على نفس المسألة هي إدارة الأزمة أنه النبي كان كقاد كيف يدير الأزمة أول ما قل له انذر عشيرتك الأقربين شافوا مشلون ناس إذن يقولك الأقربين هتشي فكيف بالأبعدين ترجمة نانسي قنقر